كما ترأس أمس رئيس جمعية الوطنية دكتور حارون كبدي الجلسة العلانية لاستجواب وزير التجارة والصناعة وتنمية القطاع الخاصة حول شركة النسيج بيسار وشركة السكر تقرير محمود حسن سمو مرة أخرى الشركة الجادية الجديدة للنسيج التي أنشأت على أنقاض شركة النسيج كوتيكس عبر مشروع تايم تسعه بهدف تحويل المواد الأولية للقطن إلى علياف وصنع فنائل والتي تمتلك أيضا مواد أولية ومنتجات كيمائية وموارد الرسم على القماش والألوان ذلك بفضل موظفين مؤهلين دربوا في الهند والصين وبلجيكا ومالي ولكن للأسف أن هذه الشركة التي سمحت للشادين للبس ملابس صنعة في شاد تعيش الآن في أزمة بحيث أن أبو أبها قد أغلقت وتمت إحالة 79 موظفا إلى البطالة غير أنه في شهر يانير 2017 قامت شركة خاصة بتوفير عشرة ألاف طن من القطن ومئة وأربعة تحاويات تحتوي على ألاف النسيج وغير ذلك من معدات متنوعة بهدف استيناف العمل فما هي الأسباب التي أدت إلى وقف عملية الإنتاج وما هي الإشراءات التي اتخذتها السلطات بهدف استيناف العمل ذلك ما دفع نواب الجمعية الوطنية لاستجواب وزير التنمية الصناعية حول استيناف العمل ومصير العمال الذين تم فصلهم أيضا سؤول الوزير حول ركود السكر المنتج من شركة السكر التادية لذلك يطالب النواب من خلال هذا السؤال عن إيجاد حلول ملائمة بهدف إخراج الشركة من هذه الأزمة التي تعيش فيها الآن ترجمة نانسي قنقر